ترجمة نانسي قنقر دينار بحريني على أن تكون جميع وحدة تلك المشاريع معروضة بأسعار تنافسية تناسب المستفيدين من التمويلات الإسكانية الجديدة هي الخطوة الأولى لتفعيل برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع السكن الاجتماعي بالمملكة وهو ما يتوافق مع نهج حكومة مملكة البحرين ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 مرحلة ستنتقل الجهود الحكومية والخاصة من خلالها يدا بيد وعبر جدول زمني حدد مسبقا لإتمام 19 ألف وحدة سكنية بقيمة استثمار تصل إلى مليار دينار بحريني على أن تكون جميع وحدات تلك المشاريع معروضة بأسعار تنافسية تناسب المستفيدين من التمويلات الإسكانية الجديدة إن طرح المشاريع في منصة استثمار الأراضي الحكومية لها أهمية كبيرة باعتبارها بوابة القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحكومية إذ سعت وزارة الإسكاني إلى توفير وإدراج جميع المعلومات الخاصة بتلك المشاريع في منصة استثمار الأراضي الحكومية لتكون متاحة أمام شركات التطوير العقاري المرحلة الأولى من البرنامج ستستهدف ثلاث أراضي لتنفيذ 771 وحدة وشقة سكنية بواقع 491 وحدة سكنية وشقة تمليكا في مدينة سلمان بالإضافة إلى 280 وحدة سكنية في مدينة خليفة وزارة الإسكاني كانت قد حددت تاريخ الأول من مارس من العام الجاري يوما لتقديم العطاءات الخاصة بتطوير الأراضي المخصصة للشقق السكنية فيما أعلنت آخر موعد لتقديم عطاءات تطوير الأراضي المخصصة للوحدات السكنية بتاريخ الخامس من الشهر نفسه وإن طرح تلك العطاءات أمام شركات التطوير العقاري يرافقه التزام من قبلها بتحديث تلك المشاريع وفق معايير واشتراطات واضحة تضمن تقديم وحدات وشقة بأفضل المواصفات التعميرية العصرية بجودة عالية وبتصاميم تمتاز بالتنوع طرح الحزمة الأولى من مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية متعدد المزايا تصب في خانة توفير حلول إسكانية مبتكرة وسريعة للمواطنين وسيسهم في تنشيط القطاع العقاري بالمملكة بالشكل الذي يرفض الاقتصاد الوطني ويحقق المزيد من المكتسبات في المسيرة التنموية الشاملة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات اشتركوا في القناة